رئيس السيسي يؤكد أهمية التعامل مع ظاهر التضفقات اللاجئين من خلال مقاربة شاملة تستهدف تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي رئيس الوزراء يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني والوفد المرافق له في مطار القاهرة بوريل يؤكد أن روسيا لم تدخل في مفاوضات ما لم تنتصر في العملية العسكرية نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم مشاهدين من القاهرة أهلا بكم والبداية مع الزميلة سارة عبدالله أهلا بك سارة إليك أهلا بك سوزان شكرا جزيلا لك أهلا بكم مشاهدين الكرام والبداية حيث أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية التعامل مع ظاهر التضفقات اللاجئين وكافة أشكال النزوح من خلال مقاربة شاملة تستهدف جذور الأزمات المتعلقة بتحديات تسوية النزاعات وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والتنمية المستدامة الشاملة وخلال استقباله فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ثمن الرئيس السيسي علاقة التعاون الممتدة منذ عقود بين مصر والمفوضية استقبل السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد فيليبو جراندي المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وذلك بحضور السيد سامح شكري وزير الخارجية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي أن السيد الرئيس فمن علاقة التعاون الممتد منذ عقود بين مصر ومفوضية الأمم المتحدة للاجئين والجهود التي تبدلها المفوضية على الصعيد الدولي في ظل تصاعد الأزمة العالمية للاجئين كما أكد السيد الرئيس أهمية التعامل مع ظاهرة تدفقات اللاجئين وكافة أشكال النزوح من خلال مقاربة شاملة تستهدف جذور الأزمات المتعلقة بتحديات تسوية النزاعات وتحقيق الاستقرار الأمني والسياسي والتنمية المستدامة شاملة من جانبه أكد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين حرص المفوضية على تعزيز التعاون مع مصر مشيرا إلى محورية الدور المصري على المستويين الإقليمي والدولي في هذا الإطار ومعربا عن تقدير المفوضية للجهود التي تقوم بها مصر لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من جنسيات مختلفة ومشيرا في هذا الصياق إلى الزيارة التي قام بها للمعابر على الحدود المصرية السودانية والتي لمس خلالها الجهد الهائل الذي تقوم به الجهات المصرية المعنية بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة والهلال الأحمر المصري لمساعدة الوافدين سواء من السودانيين أو الجنسيات المختلفة مشددا على أنه يتعين على المجتمع الدولي والجهات المانحة تقديم يد العون للدول المستضيفة للاجئين والمتأثرة بحالات النزوح البشري وقد تطرق اللقاء أيضا إلى بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر والمفوضية في ضوء الأعباء الكبيرة التي تتحملها مصر كمقصد للاجئين من العديد من الدول الشقيقة الذين يعيشون جنبا إلى جنب مع الشعب المصري كأشقاء وضيوف كما تناول اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع فيما يتعلق بحالات النزوح من السودان في ضوء استمرار الأزمة الراهنة وثمن المفوض السامي للأمم المتحدة الجهود المكثفة التي تبذلها مصر للمساعدة في تسوية الأزمة واستعادة الأمن والاستقرار بالسودان أشهد المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فليبو جراندي بجهود مصر في استقبال الوافدين من السودان وفي مؤتمر صحفي دعا جراندي جميع الدول للاستقبال السودانيين وتقديم الدعم والمساعدة لهم أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فليبو جراندي عن امتنانه لجهود مصر لتوفير الدعم الإنساني للعائدين من السودان وعقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد بولغيت قال جراندي إن السلطات المصرية المحلية في أسوان وعلى الحدود تقوم بعمل جيد وكذلك جمعية الهلال الأحمر المصري مشيرا إلى أن حوالي 164 ألف سوداني قد جاءوا من السودان إلى مصر منذ اندلاع الأزمة أكثر من 350 ألفا حتى الآن منهما الكثيرون هنا في مصر ودخلوا البلاد بالفعل تعلمون أنني كنت في قسطل على الحدود بين مصر والسودان وتحدثت مع الأمين العام عن هذا وطلبت منه بالطبع الدعم المتوصل في شيئين المساعدة في تحقيق هدنة دائمة في السودان لكي يتمكن الناس من التوقف عن الفرار ويعود من فر بالفعل في نهاية المطاف وأيضا طلبت منه المساعدة في المنطقة لتسهيل نقل الموارد لتمويل الدعم الإنساني الذي يعاني من نقص شديد في التمويل مقارنة بما تنشده الأمم المتحدة في الداخل السوداني وفيما يخص أزمة اللاجئين المساعدات ضعيفة للغاية تقدر بحوالي 10% ونحن نحتاج الموارد لمساعدة كل البلاد التي تستقبل اللاجئين بما فيها مصر فهذا كان النقاش الأساسي مع الأمين العام وأنا ممتن جدا لجهوده ودعمه تعاوننا مع مصر لتوفير الدعم الإنساني جيد السلطات المصرية المحلية في أسوان على الحدود يقومون بعمل جيد جمعية البلال الأحمر المصري تقوم بعمل جيد كذلك ونحن في الواقع نتعاون معها وندعمها وهي المنظمة الرئيسية التي تعمل هناك وفقا لتقدرات الحكومة المصرية التي نتبناها أيضا عن أعداد النازحين السودانيين يوجد حوالي 164 ألف سوداني جاءوا من السودان إلى مصر منذ الخامس عشر من إبريل فهؤلاء جاءوا فرين من الاقتتال أغلبهم من الخرطوم ومن أماكن أخرى كذلك وجزء كبير من الموارد التي نطالب بتقديمها سيتم تخصيصها لمصر لمساعدة السلطات والهلال الأحمر والمؤسسات الأخرى المشاركة وبالفعل بدأنا هذا التخصيص قابلت فريق المفاوضية السامية لشؤون اللاجئين هنا وعددا من ممثل المنظمات الأممية العاملة على الأرض لتوفير الدعم وأماكن الاستقبال والمساعدة للأفراد الفارين ولم شمل الأسر فالكثير من العمل يجري بالفعل لكننا نحتاج موارد أكثر لنتمكن من المواصلة مصر تحتاج إلى موارد أكثر من المجتمع الدولي وليس مصر فقط كذلك البلاد الأخرى مثل تشاد وجنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى البلاد التي تستقبل الفارين استقبل دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمطار القاهرة الدولية محمد أشتية رئيس وزراء فلسطين الذي يزور مصر على رأس وفد رسمي رفيع المستوى وأقيمت مراسم استقبل رسمية لرئيس الوزراء الفلسطيني والوفد المرافق له ومن المقرر أن يعقد مدبولي وأشتية جلسة مباحثات موسعة بحضور الوزراء من الجانبين المصري والفلسطيني لمناقشة عدد من ملفات التعاون بين مصر والسلطة الفلسطينية يزور سامح شكري وزير الخارجية العاصمة المجرية بودابست في إطار الزيارة تستهدف تعزيز ودعم العلاقات الثنائية بين البلدين صرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم وزارة الخارجية بأن وزير الخارجية من المقرر أن يلتقي خلال الزيارة مع وزير خارجية المجر حيث سيجري مباحثات تستهدف تناول مختلف ملفات العلاقات الثنائية بين مصر والمجر وسبل تعزيز التعاون القائم بالإضافة إلى التنصيق بشأن القضايا الأقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك أكد رئيس تيار الحكمة العراقية سماحت السيد عمار الحكيم أن مصر تمثل شقيق الكبرى للعرب وخلال مؤتمر صحفي أكد رئيس تيار الحكمة العراقي أن هناك تفاهما مشتركا لتعميق العلاقات بين مصر والعراق مثمنا الشراكة الثلاثية بين مصر والعراق والأردن كما أشار رئيس تيار الحكمة العراقي إلى أن العراق يسعى للانفتاح على جميع الشراكات لا شك أن العلاقة الشراكة تلاثية بين العراق ومصر والأردن تمثل محورا مهما في هذه السياسة وفي هذا المسار وهي علاقة ليست على حساب علاقات كل من هذه الدول مع شركائها الآخرين وإنما هي في طول المصالح الإقليمية والعلاقات الأخرى هكذا تتكامل المسارات العراق يبتعد كليا عن الاستقطابات في تحالفات الإقليمية والدولية ويسعى أن ينفتح على جميع الشركاء لا شك أن علاقاتنا مع دول مجلس تعاو الخليجي علاقات قوية ورصينة تتكامل مع علاقتنا مع مصر والأردن ونتمنى بعودة سوريا إلى حضن الجامعة العربية وإلى أخذ مساراتها أن نشأ تعاونا وثيقا مع الجارة السورية ولبنان وهكذا تتكامل كل هذه المسارات مع بعضها استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجمعة الدول العربية سمحة السيد عمر الحكيم رئيس طيار الحكمة العراقية أكد أبو الغيط مواصلة للجمعة العربية دعمها للعراق بمختلف مؤسساته في إطار جهوده الرامية لتحقيق الاستقرار والدفع بوتيرة التنمية الاقتصادية كما أشهد أبو الغيط بالاستقرار والتقدم الذي حققه العراق على مختلف الأصعادة دعت صفحة رسمية للحوار الوطني المواطنين للمشاركة في المناقشة حول مشروع قانون تأسيس المجلس الوطني الأعلى لتعليم والتدريب ودعت الصفحة المواطنين لتبادل الأراء حول مشروع القانون وبنوده المختلفة عبر استبيان قامت بنشه وذلك تمهيدا للجلسة الخاصة بمناقشة مشروع القانون لافتة إلى أهمية قضية التعليم والتي تمس كل بيت مصري منذ إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي لانعقاد الحوار الوطني توالت الجلسات والخطوات لمناقشة الموضوعات التي تهم المواطنين كافة المزيد حول أهم الإحصائيات والأرقام الخاصة للجلسات النقاشية للحوار الوطني من الفترة الرابع عشر من مايو وحتى الخامس والعشرين من مايو نشاهدها في العرض التالي ترجمة نانسي قنقر شرك أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية إبدأ الأسبوع الماضي في جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني لمناقشة تحديات توطين الصناعة والقوى العاملة في مصر التي واجهتها المبادرة على أرض الواقع فيما تضمنت النقاشات سبل تطوير وحل مشكلات أكثر من خمسة ألاف مصنع سنويا بجانب استعراض إنجازات المبادرة والتي تضمنت البدء في إنتاج مادة الصودة التي أشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أهميتها البالغة في المجال الصناعي وتطبيق التحول الرقمي بالقطاع مع التسويق والترويج الجيد للمنتجات المصرية ترجمة نانسي قنقر 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 يواصل معبر قسطل البري استقبال الوافدين من الأراضي السودانية إلى الأراضي المصرية على مدر الساعة ترجمة نانسي قنقر تابعين لعدة دول في ظل استبرار الاستعدادات المصرية المكثفة وتكثيف وجود الفرق الطبية تابعة للهلال الأحمر المصري والإسعاف كما يواصل موقف كاركار الدولي في محافظة أسوان استقبال العائدين من السودان وسط جهود كبيرة لتقديم الدعم خاصة في القطاع الطبي عملت الدولة على توفير الخدمة اللوجستية والنقل من قطارات السكك الحديدية الإضافية وكذلك الحافلات والأوتوبيسات وميكروباصات السيرفيس وذلك لتسهيل حركة نقل الركاب من الموقف الدولي بكاركار وحتى محطة السكك الحديدية الرئيسية وموقف الأقاليم للسيرفيس في اتجاه القاهرة وباقي محافظات الجمهورية طبقا لرغبة القادمين من السودان وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور أيمن عشور باستيعاب كافة الطلاب العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية الذين تنطبق عليهم الشروط المعلن عنها سابقا وذكرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بيان أن الدكتور أيمن عشور وجه بزيادة نسبة العشرة بالمئة المحددة للجامعات الخاصة والأهلية لاستيعاب هؤلاء الطلاب وعشرين بالمئة أيضا للجامعات الأهلية حتى يتمكن جميع الطلاب الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط من التحويل للجامعات الخاصة والأهلية وبلغ إجمالي الطلاب الذين قدموا حتى الآن للتحويل من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية من خلال الجامعات والرابط الإلكتروني المركزي بلغ أربعة عشر ألف وخمسمائة طالب وطالبة وللمزيد حول جهود دولة المصرية لاستقبال العائدين من السودان ينضم إلينا مباشرة من أبو سنبل مراسل أكسرا نيوز زميل عواض الغنام تحيتي لك عواض بداية ويعني أطلعنا على آخر مستجدات الوضع إليك وخصوصا نحن نتحدث تحديدا عن النسبة التي حددها وزير التعليم العالي لاستقبال الوفدين في التعليم سواء الجامعات الأهلية أيضا والخاصة نعم سوزان سأبدأ بسؤالك الأول هو المجلس الأعلى للجامعات المصرية كان قد حسم هذا الملف وسيكون لكل مصري قد عاد من السودان ومن غير السودان أوكرانيا أو روسيا له مكان في الجامعات المصرية وهذا الأمر كانت تحدثت عنه وزارة التعليم العالي وحددت لذلك موقع إلكتروني يستطيع أي طالب مصري قد عاد أن يقدم ما يزبط أوراقه التعليمية للحصول على فرصة واستكمال العملية التعليمية هذا من جانب إذا ما عودنا للأجواء الخاصة في المعابر المصرية السودانية قسطر وأرقين وتحديدا قسطر الذي عبره حتى الآن نحو 100 ألف وافد من الحدود السودانية هو حديث المفاوض السامي لشؤون اللاجئين الذي كان بالأمس واستمر اليوم من خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في المفاوضية الدولية للاجئين في القاهرة الرجل تحدث باستفادة لكن الجملة الأهم التي توقفت عندها هو حينما تحدث عن سخاء المصريين في التعامل مع الوافدين من الجانب السوداني هذه كلمة مهمة للغاية لأنها تجسد الموقف المصري التاريخي الدائم والدعم للأشقاء في السودان وكذلك تحدث بإيجابية للغاية عن اللقاء الذي جمعه مع سيادة الرئيس صباح اليوم ثم عرج بعد ذلك على اللقاء الذي جمعه بالأمين العام لجماعة الدول العربية وفي ذلك حديث يطول أن ملف العلاقات العربية مع مفاوضية شؤون اللاجئين طويلة للغاية خاصة مع الأزمة السورية خاصة وأن هناك لاجئين في لبنانيا وكذلك في الأردن نعود لتفاصيل هذه الزيارة وأهميتها لماذا جمع هذا الرجل هذا الانطباع الإيجابي عن الدولة المصرية ومؤسساتها في التعامل مع القادمين من السودان جمع ذلك من خلال ما لحظه وما رأى من خلال زيارته بالأمس إلى معبر قصر برفقة محافظ أسوان وعدد كبير من القيادات التنفيذية وأجر حوارا مستفيدا مع السودانيين الأشقاء الذين جاءوا في نفس وصوله من الجانب الآخر واستمع إلى كل مشاكلهم وبالتالي كان هناك مؤتمر صحفي لخص في هذا الموقف وعاد اليوم ليكرره مرة أخرى أهم معالم الموقف الدولي من خلال رئيس المفوضية لشؤون اللاجئين نستطيع أن نسرده في عدة نقاط أولا لا يجب أن تترك مصر لوحدها حسب ما أكد بالأمس وعاد اليوم لتأكيد هذا الموقف ألا تترك مصر لوحدها لتتحمل مسؤولية تدعيات الأزمة السودانية وربما في ذلك يتحدث عن الشق الاقتصادي ويجب أن يتم تمويل ودعم مصر في هذا السياق 70 ألف قد حضروا من السودان وربما إذا استمرت الأوضاع بنفس الوتيرة قد نصر قريبا للغاية خلال الأسبوع القادمة إلى ما يقرب من ربع مليون هذا يمثل عبء كبير على موازنة الدولة وعلى الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنينها وكذلك للوفدين القادمين من السودان فبالتالي حديث اليوم في هذه النقطة كان مهمة وعرج أيضا على ضرورة أن يكون هناك مؤتمر دوليا قريبا للمانحين وهذه نقطة أيضا مهمة للغاية لأن ما تحصلت عليه المفاضية الدولية لشؤون اللاجئين حتى الآن لم يصل إلى سقف العشر في المئة وتحديدا تسعة في المئة مما تتطلب من موازنة لدعم ما هو قادم من السودان سواء إلى مصر أو تشاد أو أفريقا الوسطى أو كذلك جنوب السودان وغير من الدول المجاورة للسودان الرجل أيضا تحدث عن عدد كبير من الخدمات التي قدمتها الدولة المصرية وهي خدمات يطول الحديث بها وتحديدا الجانب الصحي هو أهم ما لفت نظره بشكل كبير خدمات كبيرة قدمتها من المصر لخصها ربما تقرير صدر بالأمس عن محافظة أسوان بالأرقام نتحدث عن سبع آلاف شخصية قد عبرت الجانب السوداني قد حصلت بالفعل على أدوية مزمنة وعدد كبير وعشرات قد دخلوا العناية المركزة وكذلك نحو مئة وعشرين قد جريت لهم عملية جراحية كبيرة ومتوسطة وصغيرة وحتى مرضى الفشل الكلاوي نحو مئة شخصية فتحت لهم من المستشفيات المصرية في أسوان وفي سنبل وغيرها وغيرها لكن الإشادة حقيقة كانت بشباب المصر المتطوعين الذين قدموا مسأل أعلى للشخصية المصرية هم الشباب الذين تطوعوا في الهلال الأحمر المصري على كل حال العمل في المعابر مذالة مستمرة حتى الآن وهناك مساحة كبيرة من الأمل لدى السودانيين أن الليلة يتم تمديد الهدن مرة أخرى لمدة أسبوع أو أكثر لا نعلم لكن الليلة ستنتهي المدة الخاصة بالهدنة وإذا قررنا هذه الهدنة بالهدن السابقة نتحدث عن 13 هدنة كانت أفضلهم على الإطلاق حتى هذه اللحظة الأمال تستحوذ على أفئدة عدد كبير من السودانيين أن يتم الاستمرار في هدنة جديدة سيتيح ذلك فرصة إما لعبور جدد من الوافدين أو يستمر الوضع أو يتحسن إلى ما هو أفضل في المشهد السوداني وحينها سيكون هناك فرصة على أرض الواقع لتقديم عدد كبير من الخدمات اللوجستية لكل المنظمات الدولية وبالمناسبة هو أشار إلى ذلك المفاوض الدولي لشؤون اللاجئين إذا ما تم تهيئة الأوضاع لهذا الأمر سيكون هناك فرصة أكبر وأوسع لحركة منظمات الأمم الدولية والأمم المتحدة على أرض الواقع لتقديم مزيد من الخدمات حينها سيقل نسبة الوافدين نحو الحدود الدولية مع السودان نعم الزميل عوض الغنام مراسل أكسرا نيوز شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل ترجمة نانسي قنقر قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن روسيا لن تكون مستعدة للدخول في مفاوضات ما لم تمتصر في العملية العسكرية بأوكرانيا أكد بوريل أنه غير متفائل بشأن ما يمكن أن يحدث في الأزمة بين موسكو وكييف خلال هذا الصيف كما أكد أن لدى روسيا نية قاطعة لحسم المعركة قال ميخيل بودولياك كمستشار الرئيس الأوكراني أنه ينبغي إنشاء منطقة منزوعة السلاح بعمق يتراوح بين 100 و120 كيلو مترا داخل روسيا بطول حدودها مع أوكرانيا في إطار أي تسوية بعد الحرب وأكد بودولياك أن المنطقة ستكون ضرورية لحماية الأراضي الأوكرانية من القصف الروسي قال حكم منطقة دونيتسك إن شخصين قتل وأصيب ثمانية في هجوم روسي على مدينة توريتسك بالمنطقة الوقعة بشارك أوكرانيا ذكر الحكم أن روسيا استخدمت قنابل جوية شديدة الانفجار في الهجوم الذي ألحق أضرارا أيضا بمحطة وقود ومبنى متعدد الطوابق في المدينة ألنت وزارة دفاع روسيا استهداف براكز قيادة ومعدات طيران وذخيرة أوكرانية بأسلحة عالية الدقة وقالت الدفاع الروسيا إن الضربات الجوية استهدفت أيضا مطارات عسكرية أوكرانية يلعب السلاح الطائرات المسيرة دورا محوريا في المواجهات بين روسيا وأوكرانيا تعرضت العاصمة الأوكرانية لهجوم بأكثر من خمسين طائرة مسيرة في أحدث استخدام لهذا السلاح كما تعرضت الأراضي الروسية في الأسبوع الماضية لسلسلة هجمات بطائرات مسيرة المزيد في سياق التقرير التالي نتابع حرب المسيرات السلاح الفتاك الذي وصل إلى قبة الكريملين مطلع الشهر الجاري لا يزال يلعب دورا محوريا في المواجهات بين روسيا وأوكرانيا ففي تطور جديد استهدفت أكثر من خمسين طائرة مسيرة العاصمة الأوكرانية كييف في أحدث وأكبر هجوم بالمسيرات منذ بدء المواجهات بحسب إعلان السلطات الأوكرانية وعلى الرغم من كثافة الهجوم إلا أن الجيش الأوكراني أعلن تصديه للمسيرات الروسية وتمكن من إسقاط معظمها فوق العاصمة كييف أعلن الجيش الأوكراني تله إشادة من رئيس فولاديمير زيلانسكي بالدفاعات الجوية الأوكرانية التي تعاملت مع المسيرات التي استهدفت بشكل أساسي البنية التحتية بالعاصمة كييف وضواحيها في رابع هجومنا للعاصمة بحسب أعلن سلاح الجو الأوكراني على الجانب الآخر شهدت الأسابيع القليلة الماضية سلسلة هجمات بطائرات مصيرة على الأراضي الروسية طال بعضها مباني إدارية خاصة بخطوط الأنبيب الروسية بمنطقة بيسكوف والمناطق المتاخمة لأوكرانيا وعلى الرغم من النفي الأوكراني إلا أن موسكو حملت كييف وداعمها الغربين مسئولية العدد المتزايد من الهجمات وعمليات التخريب على الأراضي الروسية كما ندد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بما وصفه بالتصايد غير المقبول من الغرب والذي يستهدف إضعاف روسيا في المقام الأول سلاح المسيرات الفتاك وصل في الثالث من مايو الماضي إلى الكريملين حيث أعلنت موسكو وقتها إسقط طائرتين مسيرتين كانت تستهدفان المقر الرسمي لرئيس بوتن اتهمت كييف بالوقوف وراء هذا الهجوم بينما نفت أوكرانيا مسئوليتها عن العملية وقع رئيس روسي فلادمر بوتن قانون انسحاب بلاده من معاهدة القوات المسلحة التقليدية في أوروبا كان بوتن قد أصدر بطلع الشهر الجاري مرسوما بشأن نية بلاده لانسحاب من المعاهدة وعين نائب وزير الخارجية الساجر ريباقوف ممثلا له عند النظر في مشروع القانون أمام البرلمان الروسي بمجلسيه والذي وافق على الفور على اقتراح الرئيس الروسي أفادت الحكومة الدينماركية بتقصيص مليارين وستمائة مليون دولار إضافية لصندوق المساعدات لأوكرانيا قالت رئيسة الوزراء الدينماركي إن الأوكرانيين بحاجة إلى أسلحة ودعم كوبنهاجن مضيفة أن أموال الصندوق كانت تنفد بالفعل أكدت المسؤولة الدينماركية أيضا أنه تم تقصيص عشرة مليارات وأربعمائة مليون كورونا أخرى لعام 2024 لعدم وجود ما يشير إلى سلام العام المقبل حسب وصفها من جانبه عرب رئيس الأوكراني فلود ميرزي لنسكي عن شكره موضحا أن هذه المساهمة ستعزز القدرات القتالية للقوات المسلحة الأوكرانية على المدايين القصير والمتوسط أكد وزير الخارجية التشيكي يان ليابافزكي أن السياسة الخارجية لبلاده تستند على حقيقة أن روسيا ستشكل تهديدا لعشر سنوات أخرى وأكد الوزير أن أوروبا ليست مستعدة بعض لمواجهة مطولة مع روسيا أعلنت روسيا أن اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود لن يكون ساريا ما لم يتم الوفاء باتفاق الأمم المتحدة مع موسكو لتذليل العقبات أمام صادرات الحبوب والأسمدة الروسية قال وزير الخارجية الروسي سرجي لاباروف إنه إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه فسيكون من الضرورية المضي انطلاقا من حقيقة أن الاتفاق لم يعد ساريا في السياق ذاته أوضح لاباروف أنه لم يصل للدول الأكثر فقرا في العالم سوى أقل من 3% فقط من الحبوب التي تم تصديرها بموجة باتفاق التصدير عبر البحر الأسود ألنت وزارة الداخلية البولندية فرض عقوبات جديدة بحق 365 بلاروسيا بينهم 159 نائبا بالإضافة إلى إغلاق المعبر الحدودي الوحيد للشاحنات بين البلدين ووفقا لمرسوم وزاري فإنه سيتم إغلاق المعبر الوحيد على الحدود البولندية والبلاروسية إلى أجل غير مسمى اعتبارا من الأول من شهر يونيو المقبل أدان حلف شمال الأطلسي الناتو بشدة الهجمات على قوته المنتشرة في شمال كوزوفو قال المتحدث باسم الحلف إن الناتو يدين الهجمات غير المبررة على القوات والتي أصفرت عن عدد من الجرحة مشددا على ضرورة وقف العنف فورا اندلعت اشتباكات بين قوات حفظ السلام والصرب في مدينة تيزفيكان الحدودية مع كوزوفو ونشرت قوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي طوقا أمنيا في عدة أنحاء بكوزوفو تزامنا مع مظاهرات الصرب ومحاولتهم منع أعضاء البلدية المنتخبين في أربع مناطق في شمال البلاد من دخول مقرات أو مقر البلديات أدى بولا تينوبو اليمين القانونية رئيسا لنيجيريا في ظل دعوات متزيدة لتحسين الظروف الاقتصادية والأمنية وتعهد تينوبو الذي يبلغ من العمر 71 عاما والحاكم السابق لولاية لاغوس بأن يكون حارسا على الدولة الأكثر اكتظابا بالسكان في إفريقيا وخلال خطاب التنصيب قال تينوبو إنه سيعيد تشكيل الاقتصاد لزيادة معدل النمو مضيفا أن إدارته ستستهدف نموا نسبته 6% على الأقل سنويا أكد الرئيس الأمريكي جوبايدن أن هناك الكثير من الواجبات التي تقوم بها الولايات المتحدة لافتا في الوقت ذاته إلى أن الواجب الأهم والمقدس هو إعداد الجنود الذين يتم إرسالهم إلى المخاطر بشكل جيد والاهتمام بهم وبعائلتهم إلى حين عودتهم إلى الوطن مرة أخرى واجبات كثيرة ولكن هناك واجب حقيقي مقدس هو أن نعد من نرسلهم إلى الخطر وأن نهتم بهم ونعنى بأسرهم عندما يعودون إلى البلاد وعندما لا وعندما يضحون بحياتهم إنه واجب مقدس يستند ليس على السياسة وإنما على وعد نقطعه على أنفسنا جميعاً فما من شيء أهم وأكثر قداصة وأكثر طابعاً أمريكياً من هذا الواجب ومأسوية مع خلال السنوات الأثنين الماضيتين مررنا عدد من التشريعات لمساعدة جنودنا وأسرهم ومن يعتني بهم ومن هم ناجينا من الحروب ترأس دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع المجموعة الاقتصادية لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة ناقش الاجتماع تطور أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022-2023 مقارنة بالفترة المماثلة لها من العام المالي السابق وتمت الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري حقق فائضا كليا مدفوعا بالمؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع السياحة وحصيلة صادرات السلعية البترولية وغير البترولية فضلا عن الزيادة المتحققة في إيرادات قناة السويس وارتفاع صافي لاستثمار الأجنبي المباشر كما ناقشت المجموعة الوزرية الاقتصادية عدة مقترحات تستهدف استدامة تحقيق مؤشرات إيجابية لميزان المدفوعات على المدين القصير والطويل كما تم استعراض الفرص الاستثمارية المحتملة في قطاع الصناعة بواقع 152 فرصة استثمارية صناعية نظمت جامعة كفر الشيخ قافلة طبية مجانية ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وذلك في قرية الجميلة شهدت القافلة التي ضمت العديد من التخصصات إقبالاً كبيراً من أهالي القرية والقرى المجاورة أيضاً أسبوعياً تقوم الجامعة بقوافر الطبية الشاملة وقوافر بيطرية وقوافر إرشاد زراعي وتوعية للمزارعين في كل المجالات ده دورنا واجبنا ويعني إحنا بقالنا أكتر من أربع سنين دلوقتي كل أسبوعياً هذه الأنواع من القوافر سواء القوافر الطبية الشاملة اللي بيشترك فيها كل الكليات الصحية سواء كل الطب البشر طبعاً الأساس ثم الصيدلة والأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض سواء كلهم في تقصصه لخدمة أهالينا في قرى حياة كريمة بنقدبلهم خدمات زي الأدوية معنا أدوية بكميات كبيرة جداً بيتم تجهزها عن طريق قفلة استرشادية بتيجي قبل القفلة الرئيسية بيوم بتشوف المكان احتياجاته إيه من أطباء ومحتاجين تخصصات إيه ومحتاجين أدوية إيه إما بتبدأ القفلة تجهز بيبقى طالع معنا شباب كشافة ينظم دخول المترددين على إيادات النهاردة نازلين حاملة توعين أختار المخدرات مع الجامعة والتعاون مع الجامعة بننزل النهاردة نوعي بأختار المخدرات وبنعرف الناس بالخط الساخن اللي هو 16-0-23 والعلاج فيه بيكون بسرية تنبة والمجان وبقاش على أي مسألة قانونية برحب بالقفلة الطبية بقفلة حياة كريمة ودي أول مرة تيجي عندنا وإحنا مقصدين جداً هم طبعاً جايمين معنا بالواجب وتنظيم جيد على مستوى جيد جداً وهنا جميع التخصصات منها المخ والأعصاب والعزام والبطنة وبجميع أشكالها منها الصدر منها الكلا كل شيء وإحنا بنشكرهم جميعاً أعلنت مؤسسة حياة كريمة رعاية وتبني موهبة الشاب جورج ألبيرت نحات تمثال البرأة الإفريقية من محافظة المينيا وذلك ضمن خطة المؤسسة لاحتضان المواهب الفنية المختلفة وتأكيداً منها على تقديم كافة أشكال الدعم للمواهب الفنية من أجل تطوير موهبتهم والسقل خبراتهم المزيد في سياق هذا التقرير ضمن خطة حياة كريمة في دعم المواهب الشابة استقبل أعضاؤها جورج ألبيرت طالب في العشرين من عمره يمتلك موهبة الرسم وتشكيل المنحوتات الفنية لبحث كيفية تنمية موهبته والاستفادة منها جورج بالنسبة لنا مصدر إلهام مش بس لمؤسسة حياة كريمة لكافة متطوعيها على الأرض فقررنا أن احنا فعلاً هنتواصل معيه هنبدأ ندعمه من دلوقتي لحد ما نوصله لأكبر مكانة ممكنة وده بسبب أن احنا مؤسسة حياة كريمة من دورها الأساسي أن احنا لازم ندعم كل المواهب الشابة وكل الناس المتفردة في إمكانياتها وفي مهاراتها علشان نوصلهم لأعلى قيمة معيهم وإحنا معيهم طوي سعادة عارمة عمت وجه هذا الشاب عندما تفجأ بأن حياة كريمة ستعمل على دعمه لتمكنه من النحط وممارسة عمله في مناخ إبداعي يتلخص في اهتمام المؤسسة بأشكاله الفنية حتى تصل به إلى طريق الإبداع الصحيح ليس هو فحسب بل تسعى حياة كريمة في الوصول إلى غيره من الموهوبين في كل المحافظات مؤسسة حياة كريمة تواصلوا معي على نطري الفيس وحددوا معادي معي وجيت استضافوني كرموني في جائزة حياة كريمة واخدوا كل التفاصيل عنه وكل المستلزمات اللي أنا أحتاجها في مجال الفن أنا أكمل وأوصل الحلم دي بالنسبة لي لحظة أكيد فخر وشرف لي طبعاً أنا أكون وسط مؤسسة حياة كريمة حياة كريمة ليست مجرد كلمة ترفع على اللافتات فقط بل هي مؤسسة تبني وتطور وتمكن وتتبنى لتنهض بكل شباب مصر في كل المجالات الحياتية المختلفة رياضياً أعلن روبرتو مارتينيزا المدير الفني الجديد لمنتخب البرتغال الأول قائمة الفريق لمبارتي إسلاندا والبوسنة والهرزك في التصفيات المؤهلة لبوتلة يورو 2024 في ألمانيا شهدت القائمة تواجد الدولي البرتغالي رونالدو لعب فريق النصر السعودي والهداف التاريخي للمنتخب البرتغالي يواجه منتخب البرتغال نظيره البوسنة والهرزك يوم السابع عشر من يونيو ثم منتخب إسلاندا يوم العشرين من يونيو ضمن مباريات المجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا 2024 فاز كيليان بابي مهاجم باريس سان جرمان بجائزة أفضل لاعب في الدور الفرنسي لكرة القدم التي تمنح من قبل رابطة اللاعبين للمرة الرابعة على التوالي وتجاوز بابي السويدي زالتان إبراهيموفيتش الفائز ثلاث مرات بهذه الجائزة التي تمنح من قبل رابطة اللاعبين منذ عام 1994 ولم تمنح الجائزة في عام 2020 بسبب تدعية فيروس كورونا أنا هنا للحديث عن الكأس وليس للحديث عن أي شيء آخر سألعب مع باريس سان جرمان العام القادم لأن لدي عقدا لمدة عام آخر وأريد الالتزام به يمكنك الحديث عن النجاح عندما تفوز بالبطولة وتلعب بشكل جيد من المباراة الأولى وحتى المباراة الأخيرة وأنت أفضل لاعب وربما أفضل هداف من الصحيح أن الناس معتدون على معايير عالية جدا لكن لا يزال يتعين علينا تحليل الأشياء أنا فخور حقا إنها المرة الأولى ومن دواعي سروري كتابة اسمي في تاريخ البطولة لطالما أردت أن يتذكرني الناس أعلنت دوري الألماني لكرة القدم فوز لاعب وسط برسيا دورتمونت بيلينجهام بجائزة أفضل لاعب في الدوري خلال الموسم سجل بيلينجهام ثمانية أهداف وقدم أربع تمريرات حاسمة وكان أحد أبرز لاعب الموسم لدورتمونت وعلى جانب آخر أكدت تقرير صحيفة أن بيلينجهام قد يقترب من نهاية مسيرته في ألمانيا حيث ارتبط اسمه ارتباطا وثيقا بإمكانية الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني احتفل فريق بايرين ميونخ للرجال والسيدات باللقبي الدوري حسب ما جرت العادة في ميونخ وتغلب فريق السيدات على توربين بوتسدام في الجولة الأخيرة من الدوري ليحقق اللقب الخامس واجاء هذا بعد انتزاع فريق الرجال اللقب من بوريسيا دورتمونت للمرة الحديثة عشر على التوالي شاركت شافي هرنانديز مدرب بارشلونة والقائد سيرجيو بوسكيتس والرئيس لابورتا في حفل بمناسبة الإغلاق الرسمي لملعب كامب نو وبدء تشهيد الملعب الجديد للنادي والذي من المقرر أن يكتمل بحلول عام 2026 سيلعب الفريق في الملعب الأولمبي في بارشلونة الموسم المقبل مع العودة إلى كامب نو الذي لا يزال غير مكتمل والمقرر إجراؤه في نوفمبر 2024 عندما يحتفل النادي الكاتلوني بعيده المئة والخامس والعشرين بدأ نوفاكا ديجوفيتش سعيه لتحطيم الرقم القياسي لعدد ألقاب منافسات الفردي بالبطولات الأربع الكبرى للتنس للرجال وحصد لقب رقم الثلاثة وعشرين في مسيرته بفوزه على أليكساندر كوفا زيفيتش بثلاثة مجموعات دون رد في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة وشق بطول فرنسا مرتين طريقه بسرعة لحصد أول مجموعتين قبل أن يواجه مقاومة من اللعب الأمريكي البالغ من العمر 24 عاما الذي ظهر افتقاره للخبرة بعد ذلك في الشوط الفاصل وسيلتقي ديجوفيتش في المبارات المقبلة مع المجاري مارتون فوتوفيتش للحصول على مكان في الدور الثالث رغم المباراة استمر المتكافئة استمر غياب الفرنسي بنوا بيير الطويل عن الانتصارات بالخسارة أمام البريطاني كاميرون نوري المصنف الرابع عشر في الدور الأول لبطولة فرنسا للتينس المفتوحة كانت آخر مباراة فاز بها بيير في القاعة الرئيسية لبطولة المحترفين في أغسطس من العام الماضي لكنه حقق أقصى استفادة من مشاركته ببطاقة دعوة قبل أن يخسر بسبب ارتكابه 81 خطأ سهلا في ملعب سوزان لانجل خرج الكندية فيليكس أوغي اليسيم من الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة للتينس وذلك عقب هزيمته أمام الإيطالي فابيو فونيني وخسر المصنف العاشر عالميا الذي لا يزال يعاني من إصابة في كتفه في المباراة بثلاثة مجموعات متتالية تأهلت الروسية إيلينا أفانيسيان إلى الدور الثاني من بطولة فرنسا المفتوحة للتينس وذلك عقب تغلبها على السويسرية بيليندا بينسيتش بمجموعاتين مقابل مجموعة في الدور الأول صاعدت الأوكرانية إيلينا سيفيو تيلينا إلى الدور ذاته بعد فوزها على الإيطالية مارتينا تريفي زيان بمجموعاتين دون رد إذن مشاهدين الكرام بهذا نكون قد وصدا لختام هذه الجولة الإخبارية في الختام دائما تذكرة بأبرز العنوين الرئيس السيسي يؤكد أهمية التعامل مع ظاهرة التدفقات اللاجئين من خلال مقاربة شاملة تستهدف تحقيق الاستقرار الأمني والسياسي رئيس الوزراء يستقبل رئيس الوزراء الفلسطيني والوفد المرافق له في مطار القاهرة بوريل يؤكد أن روسيا لن تدخل في مفاوضات لم تنتصر في العملية العسكرية للمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسترونيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الـ QR كود الظاهر على الشاشة شكرا على طيبة المتابعة تقبلوا تحيات فريق العمل زميلتي سوزان شرارة ولكم تحياتي أيضا أنا سارة عبدالله إلى اللقاء